عايز كمان اسألك بشكل واضح جدا دي الكورة الخطر جدا شالها بشكل رائع جدا لا بصراحة شالها بشكل كويس جدا ودي من الهجمات للقطر اللي كانت لنادي الزمالك على 3 خشب الزمالك مازال في المنافسة على الدورة؟ بص طبعا زمالك لعد 9 مبريات حصد 12 نقطة من اجمالي 27 يعني انا ده رقم قليل جدا يعني اقل من 50% نادي الزمالك ده من اسوأ البدايات تقريبا اللي بدأها نادي الزمالك في سنوات ماضية كتير جدا نادي الزمالك ما بدأش البداية السيئة دي وكان بيأمل انه يتم اعادة تصحيح المصار في المورات الإسماعيلي والاداء انت شايفوا انه ده البداية التحسن يعني هي بداية فكر جديد بشكل جديد الزمالك مازال ينافس على الدورة ولا؟ الزمالك دائما بينافس يعني الزمالك كما يبتدي اللعبة دي هتنسجم واللعبة يخش في الآخر في شكل الانسجام الكامل لا هيبقى فيه مرس طويل لسه الدورة ده لقى بتزعى مطشاط بس ما نقدرش نحكم افقد ده عدد نقاط كبير انما في الآخر زمالك بطل والبطل دايما بيبص على صدر اشتركوا في القناة